السلام عليكم ورحمة الله أحبا نعرفكم عن نفسي اسمي سمية العنزي خصائي سمعية أول في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعة في رياض حصلت على الماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وقت دراستي اللي هو عام 2011 كان من شروط القبول إنما يكون المعدل التراكمي أقل من جيد جدا في البكالوريوس وإنك تحصل على ستة ونص في اختبار الآيلت تصنف جامعة ملبورن أكاديميا في المرتبة رقم 41 عالميا البرنامج كان عبارة عن سنتين بحيث تكون هناك مواد في السنة الأولى وفي السنة الثانية وبعضها يستمر إلى نهاية العام وبعضها ينتهي بالفصل الدراسي الأول نهاية كل فصل ونهاية كل سنة في اختبارات تحريرية واختبارات عملية مبنى الكلية مكانة كان في وسط المدينة في السيتي ملبورن موقع جدا جميل ووصول له بنحاية المواصلات مرة سهل يعني واحد ما يحتاج سيارة بحيث أنه ينزلك لترام اللي هو زي الباصل يمشي زي الشارع وصلك عن بوابة المبنى ومو ضروري أنك تسكن بالسيتي إذا أنت ما قدرت يعني ممكن تسكن بعيد تيجي محطة القطار محطة القطار توصلك على طول وقدامها على طول تركب لترام ينزلك مباشرة أمام المبنى فالمواصلات مرة جميلة وسهولة الوصول له جدا رائعة في نفس مبنى الكلية في الدور الأرضي في عيادات السمع وتوازن والفصد الدراسي بيكون في الدور الأول اللي تكون في المحاضرات والعمل والتدريب تقييم البرنامج كان جدا رائع حتى كلمة رائعة قليلة بحقها من حيث الجو التعليم ومن حيث جودة التدريس المحاضرين والمدربين جدا رائعين من حيث شرحهم يعني حاولون أقصى قدرة عندهم وأنك ما تطلع إلا وإن تفاهم يقدرون ظروفك كل شيء كان رائع بالنسبة لهذا الموضوع في بداية السنة فيكون هناك محاضرات وضغط مرة بالمواد في الترم الأول وعيادات بتكون قليلة بس لما يبدأ الفصل الثاني بتبدأ العيادات تكثر والمحاضرات تتكل هي بالصعوبة بتكون بالفصل الأول بعدين بتصر كلها سهلة يعني إذا تعديت الفصل الأول كل شيء بعده بيكون سهل بالنسبة للأملي بتكون مرات في العيادات اللي في الدور الأرضي في عيادة الجامعة ومرات تكون في مستشفيات ومراكز سمع بعيدة عن المدينة ومرات قريبة من المدينة حسب يعني ممكن تحتاج قطار عشان توصل لها بس زي ما قلت المواصلات مرة سهلة ولا أحد يتعفيها في نهاية البرنامج بتكون مستعدة عملياً وعلمياً وحتى نفسياً العمل كأخصائي سمعوا اتزال بالفحص المرضى وتشخيصهم وبرمجة السماعات الطبية وسماعات زراعية القوقعة وتكون مستعد وقادر أنك تكتب أبحاثك الخاصة فيك أنت بعد ما تخلص البرنامج فرصة إكمال الدكتوراه عندهم مرة عالية ومرحبة فيها بشرط أنه ما يكون المعدل أقل من 80% بكل مواد وخاصة مادة البحث بالنسبة لمدينة ملبر جداً جميلة والحياة فيها جداً رائعة وممتعة هي غالية بعض الشيء لكنها مكان جميل جداً للعيش والناس اللي هناك تعاملهم مرة كويس وما عندهم عنصرية ويحترمونك إذا قارنناها مثلاً مناطق ثانية مثل سيدني فيها عنصرية شوي وغالية جداً وواصلتها مو زي ملبرن أبداً فرصة إكمال دراستي أضافت لي شيء كثير بشخصيتي صرت أفضل من جميع النواحي من قبل وخاصة مهنياً وأصبح عندي ثقة بنفسي أكثر من أول عملي أصبحت أحبة أكثر من أول وحتى تخصصي ستمر أحبة وما كنا إحنا ناخذ بالباكالوريوس كثير عن الاتزان في جامعة ملبر مرة يتعمقون فيه فكان جداً جميل لأني أنا كنت مرة أحب الاتزان أنصح الطلاب اللي يفكرون يكملون دراستهم أنهم في بداية البرنامج يصبرون يتحملون لما تكون هناك صعب خاصة أن بلد جديد وكل حاجة جديدة بس هذا شيء طبيعي يعني حتى أي بلد واحد يسافر لي بيكون هذا الضغط موجود بس بعد كم يوم ممكن يطول سبوع وسبوعين وبعدها بيبدون يتأقلمون ويتعلقون بالمكان أصلاً بصر كل شيء عندهم جميل صر يصعب عليهم أصلاً يفارقون المكان أتمنى الجميع للجميع توفقوا النجاح حياتي اشتركوا في القناة